الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان فتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت ونحن في الحلقة السادسة إن شاء الله جل وعلا كنت قد وعدتكم في نهاية الحلقة الخامسة بأمر عجيب قلت لكم سأتيكم بمنشأ الفتن ومن أين تخرج الفتن بدليل جلي كجلاء الشمس في كبد السماء ولذلك أرجو التركيز جدا لما حدثكم بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وأرضهما والحديث كما قلت أثبت أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مطابق تماما لما ذكرناه من حيث منشأ الفتن من حيث من أين تظهر الفتن من حيث وقوع الفتن من حيث مكانها والذي هو يدعى عند العلم بؤرة الفتن وتوتر الشار قلت لكم إن أبن عمر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما طابق ما ذكرناه وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا إن الفتن تغاهونة من حيث عبد الله بن عمر ألا إن الفتن تغاهونة من حيث يوطل قرن الشيطان كان يشير إلى المشرقي بل اسمع اللي جيدة مهم جدا اللي أنا وعدت به باب إذن الله جل وعلا في رواية لمسلم أنه قال رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان شوف سيدنا نقول إيه رأس الكفر منها هنا رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان الرواية قلت لكم فين عند الإمام مسلم في صحيح ولما يقول منها هنا هو يشير إلى المشرق فالنبي يقصد المشرق وابن عباس بقى في الحديث الصحيح اللي أذكره الحين يبين لنا بما لا يدعم مجالا للشك على الإطلاق إن المقصود بالمشرق هنا العراق وما حوله العراق وما حوله فارس وكذلك إلى آخر هذه الأمور واحد يقوم يزعل أقول له لا أبدا على الإطلاق ليس المقصود بإن العراق إنها يخرج من الفتن إنها سيئة أبدا العراق كانت منبعا للحضارات العراق كان فيها العلم الأكابر العراق كانت فيها الإمبراطوريات الإسلامية العظيمة التي قامت بالحق والعند ونشرت الحق والعند العراق بها أخيار لكني ناقل لكني ناقل أنا أنقل وربما يقول قائل يعني ربما تنقل عن علماء لا أنا أنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما أقول لك هنا إما بذكر لفظ العراق أو فارس أو ما شابه ذلك ده أنا بنقل كلام النبي عشان ما حاجة أقول لك لا أنت هنا بتسببت في كذا أنت هنا تعتبر وقعت في الساب أنت هنا وقعت في اصدراء لا أبدا مع ذا الله دول أشقاؤنا يا إخواننا وأفاضل وأكارم لكن لا بأس إذ الفتان تخرج من هناك وإذن لنا بقول لك ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوضحه لك عن ابن عباس رضي الله عنهما وارضهما قال دعا النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال إيه في الدعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا هذه مفهومة اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وبارك لنا في شامنا ويمننا وبارك لنا في شامنا ويمننا فقال رجل من القوم يا نبي الله وفي عراقنا اهو مشان اللي قلت اهو الراجل بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وفي عراقنا انت دعت للشام واليامن اهو بالبركة وفي عراقنا قال سيدنا النبي رد عليه بقى إن بها قرن الشيطان إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتم وإن الجفاء بالمشرق تعالوا مرة ثانية الحديث الحديث من طريق من؟ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما بيقول إيه؟ بلدع النبي صلى الله عليه وسلم إن نبي دعب إيه؟ قال إيه؟ اللهم بارك لنا في صاعنا ومدينة سبنا النبي بيقول اللهم بارك لنا في صاعنا ومدينة وبارك لنا في شامنا ويامننا سبنا النبي بيدعي فقال رجل من القوم يا رسول الله وفي عراقنا وفي عراقنا يقوم سبنا النبي يرد عليه ويقوله إن بها قال إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتم وإن الجفاء بالمشرق الحديث ده فين؟ رواه الطبراني ورجاله ثقات ورجاله ثقات العزير قال لي ابقى التفصيل ووضع الردبة مختصر الترغيب والطرهيب صفحة 87 لابن حجر الطبعة الرابعة خلي بالكم معايا جدا أنا عايز أقول حاجة في غاية الأهمية يا جماعة إن مذكر لك حديث زي ده يعني ده ما بيقللش من قدر العراق على الإطلاق أبدا زي ما أقولك فيتا تخرج من مصر فيتا تخرج من العراق فيتا تخرج من الحجاز عادي ده لا يمنع أن بها الأخيار أن بها الأبرار إن بها من الصالحين ما بها إلى آخر هذه الأمور قال يا بن حجر أنا عايز تركزه معايا جدا وأول الفتن كان من باعها من المشرق وأول الفتن كان من باعها من المشرق فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين عشان الفتن أول ما ظهرت لنا من المشرق الفتن دي كتسبب للفرقة بين المسلمين وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة لا ده كلام بابن حجر ده كلام كبير أوي كلام كبير أوي عايز يتفهم ابن حجر بكلم على اللي هي منشأ الفتن جاءت المشرق دي اللي منها ظهرت الفتن الكبرى بيقول إيه وأول الفتن كان من باعها من قبل المشرق فكان ذلك سببا إما الفتن دي جاءت بقى من المشرق السبب تفقى بين المسلمين فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين فرأيت المسلمين وأوقعتهم في بعضه وجعلت التنازع وجعلت الفشل إلى آخره مش كده بس وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به مش كده بس وكذلك البدع البدع اللي قتلنا نشأت من تلك الجهة من المشرق نشأت من تلك الجهة واحد يقول لي كانت فين أقول له انظر فتح 13 على 47 فتح 13 على 47 أنا عايز نركز مع بعض جدا واحد يقول لي بس انت ذكرت العراق بقول له من العراق قال العلماء أنا أنقل من العراق ظهر الخوارج وظهر الشيعة والروافط وطبعا الشيعة أعم من الروافط والروافط أخص من الشيعة والشيعة بسبب التطرف اللي عندهم الحين أكثرهم روافط لا تحدث عن عام الشيعة لا تحدث عن عام الشيعة من العراق ظهر الخوارج من العراق ظهر الشيعة من العراق ظهر الرافض من العراق خرجت البطني من العراق خرجت القدري من العراق خرجت الجميع من العراق خرجت المعتزلة وأكثر مقالات الكفر كان من شأها من المشرق من جهة الفرس المجوس من جهة الفرس المجوس ولسه فيه تكمل وحده اللي فيه حاجة تانية كمان من قبل المشرق أولو فيه فيه ولذلك استعذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن كما أمرك النبي وأمر الأمة فقال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وإلى أن ألخاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا أقول الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته